في النادي الاهلي انا كنت قلت لحضراتكم مع كل الاحترام لقائمة الانتظار الوهمية اي لعيب اي لعيب متسجل في قائمة الانتظار يقول انا رافض دي لوائح الاتحاد الدولي هحطها لكم على الشاشة اي لعيب في قائمة الانتظار يقولك لا ده كده اسمها عدم العدالة في لعب المباريات بند رخم 14 في الاتحاد الدولي خاصة بيه اللعبين اي لعب يشكو من قائمة الانتظار اي لعيب يشتكي من قائمة الانتظار هياخد حقوقه كاملة ويترفع اسمه وهو حر الاهلي حاول كثيرا مع جرالدو لكنه رفض وحقه هو عنده عهد ومتمسك بيه ده ما يزعلش حد في حاجة خالص يعني الاهلي شاف ان والتر بقولي هيكون افيد هيكون احسن تمام اوكي خلاص وسجله النهاردة وبالتالي تم رفع اسم جرالدو وتم وضع في قائمة الانتظار الاهلي جاب له عرض من السفاقسي وجاب له عرض من نادي برازيلي وجاب له عرض من نادي برتغالي ورفض هو عنده وكيل اعمال فالحاجات دي بيسيب الامر لوكيل اعمال واترك الامر لوكيل اعماله والتر اسف جرالدو داكوستا وقية بدل منه والتر بوالجي اعطي اشتركوا في القناة